ليه الأهلي خسر و ليه الزمال الكسم فنيا نتكلم فنيا خلي اللي بره الملعب ده سيها خناقات دايما بتكسر بتخسر ده الخناقات اللي بتبقى تقريبا هنا ممكن أسمع لك اللي بعد كده هيحصل ايه بنفس الطريقة يعني بس خلينا نتكلم كورة و نتكلم فني شوية أنا بشوف الاندباط هو سبب المكسب الزمالك و سبب خسارة النادي الأهلي الاندباط التكتيك اللي احنا قم نتكلم فيه كان عدنا هنا الحلقة اللي كان الأهلي بلعب جور ما هي فيها كونه أساس النادي الأهلي مكسب النادي الأهلي و انضباط النادي الأهلي التكتيك بالإطراف دي كانت أهم مميزات اللي كانت بتاعت حسين و بتاعت برسيتاو في الحالة الدفعية طول التسعين دي ده بيدي أفضلية لنص الملعب بيدي أفضلية للسردباجات جينا حتى في نفس الحلقة تكلمنا عن إن زمالك عنده مشكلة إن عنده خط الظهر بتاعه فيه مشكلة فقلنا لا هو مش خط الظهر اللي عنده مشكلة هما اللي اطراف عنده تلوها بتنزيلش نص الملعب فبتحمل على نص الملعب بتحمل على السردباجات لما الزمالك انضبط تكتيكيا وبقى زيزه في دي أربعة وتسعين بيعمل فاول في آخر تلتف الملعب فبقى ده انضباط فالنهار ده بقى نص الملعب كويس وبقى سردباجات الناس كلها بتتكلم من حسين عبد المجيد وخط الظهر عامل مباراة كبيرة علشان اللي الطرفين اللي هما بداية اللعب بيعملوا ايه بينزلوا يساعدوا لما النادي الهل فاقت الجزئية دي في الكورة اللي هي دخلت هدف في النادي الهل دي أربعة وسبعين سبب البداية كانت عندي حسين الشحات في الضغط فعلا طبعا سين الشحات ما ضغطش ما ضغطش وما كملش الهجمة في الآخر فاضطر طالما بنيت غلط طالما البداية غلط فإذن كل ما هو جايب غلط هتضطر واحد من نص ملعب يعمل ايه يغط مكانه هتضطر يرامي يطلع من نص الملعب ويسيب مكانه هنا بقى ياسر وناصر لعيب على العيم على العيم الأفضلية دايما في الحالةLهجميةرأس الحرب مش이ستردباك صراحيح لأن اللي بياخد القرار رأس الحرب مش يستردباك في التحرك في التحرك طبعا الخطوتين دول بتوعوا رأس الحرب مش بتوع استردباك حتى لو استردباك خد باله وبدأ ياخد خطوات بس القرار الاولان بتاع مين فالفضلية دايما اللي بتروح للمهاجم يعني كمان حتى اللي بيعرض بيبقى باصس عايز يلعب للمهاجم طبعا و اللي بياخد القرار المهاجم فتح وبدأ ياخد خطوتينه قدام الراجل السرد باك في الحالة دي هو بيلعب على اللعيب بتاعه وعلى المساحة طيب لو انا النهاردة ياسر راح ساب الراجل ورح واخد خطوتينه وكرة لعبت في ظهره طيب انت سبت لعب بتاعك لينت لازم تبقى معه مين فهنا بنقول ان لازم السرد باك التاني اللي هو رامي يبقى موجود جنب مين جنب ياسر فنقفل المساحة هو رامي ضغط في نص الملعب لان الحالة من بدايتها الناية الاهلي لو احنا نتكلم بقى على بداية الهجمة او بداية الهدف فين لان الناس دايما بتتكلم او الناس كلها بتتكلم ان ياسر هو عنده المشكلة لا انا بشوف ان المشكلة من بداية الضغط لان انت الضغط هنا بطول الملعب ففاتح مساحات كبيرة فالمساحات دي لو لعيب واحد عندك الضرب انت كل اللي بعد كده هيعمل لك مشكلة انا حسيت ان عمر جابر وصل بسهولة يعني هي طبعا جات كعب ايها طيب طوله كده بس كانت متبصة بسهولة ورايحة يعني ما كانش فيه ضغط زي ما انت بتقول فعلا لا فيش ضغط لان هي من بدايتها كان فيها مشكلة من بدايتها الضغط فيه مشكلة وحسين راح مكسل ان هو يرجع مع الراجل هنا في نص الملعب يمكن لو رجعنا كمان اكتر يمكن هنا برضو لو رجعنا خطوة الورا بس هنا في الحالة دي حسين بص في نص الملعب فاضطر اللعابة كلها تبدأ تراحل ماشي مثلا كمل 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 بص حسين وقف في الحالة استنى حسين فين ده اللي ورا اللي هو ورا طبيعا حسين في العادي او في المتشاطة العادية حسين بيعملين بيكون مع عمر جابر بيرجع مع عمر جابر فين صحيح بس هو اعتمد هنا علي ان احنا الاهل بقى مسيطر وممكن نقطع الكرة يعمل ايه اه فخرا يعمل هجمة مرتد فوقف اه معلش بقى بص رامي فين اه في الكرة دي اه في نص الملعب مش جنب ياسر رامي ربيعة فين اه صح ده انا عايز اقول لك حاجة رامي ربيعة كأنه رقم ستة اه لأ ارجع تاني معلش السورة الاولانية خالص ارجع السورة الاقبلية خالص كمان 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 رامي هنا كمل بقى السورة تانية ارجع اه رامي مع مين مع الرجل في نص الملعب لانه مره انا عمل ايه اه ساب مكان وستة وبدأ يعمل ايه يضغط برا عشان حسين مش هيرجع صحيح فبدأ هنا المشكلة تبدأ هنا كمل اه رامي واقف برضو المفروض ان هنا رامي يعمل ايه اه يرجع جنب ياسر صحيح الامور هنا وده مش صح المفروض يعمل ايه يرجع بسرعة يأمن الحتة بتاعته ونقص الملعب حتى يبقى هنا حالة هنا انا بتكلم هنا من عند الكرة هنا للعيب النادي الاهلي هناك مسافة دي قد ايه كبيرة ستين متر صحيح تقريبا يعني حوالي أربعين متر اكتر ماشي خمسة وارعين خمسين متر الطبيعي هنا لازم تقفل قصة دايرة شايف اللعيب شايف الحاكم مفروض بعد الحاكم الآخر لعيب أحمر هنا يبقى كل لعيب أفين في الزون دا عشان تقفل المساح عشان ما يبقاش في مساحة لعيب يبقى تلعب فيها صحيح فهنا في الحالة دي انت عندك مساحة لعمر لما هنا حصل حصل اعطيها غلط هنا بص المساحة بقى اللي جلع فيها كامل يا جماعة اه كامل بص المساحة هنا كامل ههدريكم المساحة دلوقتي اه بص المساحة طب حتى ما رغونا عطيها كسل يعني لقى ان خلاص الكرة معي حيح عطيها طلله فوقف فيه رتم عارف اللي هو حيح خلاص خدناها اه بالظبط كامل 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 اه كمان جات في عمر فرج فرح عمر سريح خدها وضرب الاتنين بالظبط تمام كده رامي ربيعة راح يضغط عليه بالظبط كده لأ انا مطلعش انا هنا فكده رامي ربيعة سابل سردباك الكارثى بقى الهنة الكبيرة مكانه تتكلم ياسر وناصر بقى لايب على العيد صحيح كامل كامل يا جماعة لا يمكن يحصل وحاول عمر كامل انه يضم طبعا كامل واحد على واحد بالظبط لا معليش تاني واحدة بص حسين فين حسين اه بالظبط ده ورا خالص هل انت شفت حسين في موشقات الاهل الاخيرة بيبقى بالشكل ده لا طبع مش تحيل يحصل اه كامل 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 خلاص كده خلت واحد على واحد اتنين على اتنين حتى لو انت هتحسبها اتنين على اتنين لا ما هو التحرش بيخليك طيب عندك مشكلة تانية بس معليش يعني عايز اقولك حاجة معليش فاضل النهاردة كمان لو عمر جابر مثلا اعمالها على البيعيدة خالص يعني عند عطاك كنزيزه ده ولا مين ولا مش لك مش لك ده يعني برضو مش لك متساب بالزبط بس حالينا نقول ان اللعيب التاني الى حد ما واقف في المكان اللي بنسبة كبيرة خطر ماشي انما رامي لأ كمل 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 معليش ثانية واحدة ثانية واحدة انت بتتكلم على التالت لعيب راحين على لعيب كورة لا واخد بالك كمان مين اللي برا ده مين يا جماعة اللي برا ده جوة 18 بتاع الزمالك ده عمر فرج بصوا لوحده خالص يعني الكورة مثلا لو تلعبت بالعرض وياسر جي طلحها ممكن تطلع عند عمر فرج مفيش حد معه برضه لا انا عايز خطوة الورجة معليش خطوة الورجة بقى ثانية واحدة عمر فرج بواحده خالص لا لا سيبك من هنا بقى سيدة في القصة هنا سيبك من القصة اللي شغالة دي عمر جابر فيه كم لعيب على عمر جابر ثلاثة ليه معرفش ايه الدعي اه ايه الدعي ان انت بقى دل طيب اقول لك حاجة تانية طب بصيل على الثلاثة اللي جئين من تحت دول اه معهم مين مش حد خالص حال حتى افشا مرجعش بالزبط كده وافشا كان موجود كان نزل صح كان نزل كان افشا وطاهر اعتقد افشا وطاهر اه اه اول تغييرين افشا وطاهر صح اه بالزبط ما كان امامه برستاو طيب خلينا نقول اتنين اربعة ستة لعيبة من نادي الاهلي بمعنى كده ان فيه اربعة لعيبة اللي مش موجودين صحيح وده نادر حدوسه عشان كده بقولك ان الكوكتيل كله حصل من بدايته ومش من من لو غريبة كمان التلاتة بتاع نص ملعب تاعزى مالك بفيش ولا حد ما سيكهم بالزبط كده يعني فيه زيادة لان لما طلع عندك مين طلع مروان طلع هنا واكرم موجود في نص الملعب وانا بقولك حتى لو كرة ياسر لحيئها كان ممكن يطلعها لعمر فرج كان ممكن تطلع التلاتة اللي زايدين من وراء دول يروحوا ويكملوا يعني كرة التانية يعني كان فيه اهمال دفاع في اللي عبالية اهمال الدفاع هنا عشان بس الامور تبقى كمل كمل يا جماعة كملوا اقول لي احنا بنقوله الشكل ده يمكن فيه صورة في المطش ده مهمة جدا بداية بس انا عايز اقولك حاجة صراحة يعني الناس كلها حملت ياسر إبراهيم انا شاف انه اقل واحد يتحمل عشان احنا جبنا الموضوع من اوله اه يعني اقل واحد يتحمل والله عشان احنا جبنا القصة اه وناس كلها راحت عليها عطيته الله ما طبيعا ممكن اعمل كعبه وتتخي يعني مش قصة برضه في الكرة وارد يعني زي حالس مرمى بيرقص فتروح مقطوع منه وجور لا بس يحد اتطلع برضه بره كمان يعني قصدي ممكن وارد تعمل الكرة بكعبك وارد وتتخطف تاني وتتقطع تاني عادي